اهلا بكم الى نشرة الجوية من قناة النوميديا اذا استمرار موجة الحرارة على المناطق الشمالية الشرقية تصل درجة الحرارة الى 44 درجة على بعض المدن الداخلية كذلك بنسبة للمدن الجنوبية خاصة الجهة الشرقية حيث تصل درجة الحرارة الى 48 درجة اذا حالة التقص بينيلا صباحة التولدة مستقرة صافية الى مغشات جزئيا بسحب كثيفة لكن من النوع العالي بنوفى عليها على السواحلة الغربية والوسطى حتى على بعض المدن الداخلية الشرقية تبقى لجواء صافية مستقرة على المدن الجنوبية تطير الرمل بفعل رياح قوية تصل سرعتها الى 60 كم في الساعة وهذا على منطقات عامة وكذلك بالجلفة اذا درجات الحرارة الانقص والمسجلة هذا التلتاء باني لا تصل الى 47 درجة او 47 درجة على منطقات الوادي على ورغلا ايضا اينا مناص نسجل 43 درجة بإليسي بجانة 38 درجة على 48 درجة بمنطقة ادرار وارغان 41 درجة على بشار 39 درجة بمنطقة تيندو نسجل 27 درجة بالسواحل الوسطى على الجزيرة العاصمة على بومردس سيبازا 38 درجة بالسواحل الشرقية على جيجل على منطقة تعناب الطرف والقالة 27 بوهران 37 درجة نسجل على كل مستفقية المقسنطينة سوق هراس حتى ببعض المدن الداخلية الغربية حالة تقصد مساء ثلاثة بإليله أجواء مستقرة دائما حارة نسبيا على المدن الداخلية الشرقية سحب تكون من النوع العالي وبدون فعالية ستمر على السواحل الوسطى بعض المناطق الداخلية الشرقية والمدن الغربية نفس الوضعية الجوية تشهدها المناطق الجنوبية درجات الحرارة المسجلة مساء ثلاثة بإليله ستصل إلى ستة وعشرين درجة بياقصى الجنوب الجزاري على منطقة عينجزامة بورج بجيب اختاري 28 درجة على أدرخ 25 ببشر 19 درجة على تين دو ثلاثة بوسط الصحر على منطقة عينص على 25 درجة بمنطقة تمنرس 23 بجانات نسجل 27 بإليزي 29 على منطقة وتسوف ورقلة أيضا 28 درجة بمناطق الهضابة العليا الشرقية 20 بتقريبا كل المناطق الشمالية الشرقية 19 بالعاصمة إلى غاية السواحل الغربية بوهران إلى بنصف إذن حالة البحر بإذن الله البحر سيكون هادئ تماما على طول الشريط الساحلي إذن سرعة الرياح لنت تتعدى العشرين كيلومتر في الساعة وهذا على طول الشريط الساحلي إذن نختم أن نشارك كالعدبية المعلومات الفلكية لوقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضوحها أشكرك بمعلك أنا بني صغير والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر